يقوم الرئيس عبدالفتاح السيسي بزيارة إلى برلين يومي السبع عشر والثمان عشر من يوليو الجاري على رأس وفد كبير يعقد خلالها لقاءات تنائية مع الرئيس للتحدي شتاين ماير والمستشار للتحدي أولاف تشولز وعدد آخر من الأعضاء البرزين بالحكومة الألمانية فضلا عن مشاركته في مؤتمر حوار بيترسبرغ للمناخ أعلن ذلك سفير ألمانيا بالقاهرة فرانك هارتمان مؤكدا أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين من شأنها أن تؤكد من جديد عمق العلاقات الألمانية المصرية والاهتمام المشترك لكل البلدين بتعميق التعاون في مجال حماية المناخ والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأضف السفير الألماني أنه بالإضافة إلى موضوع حماية المناخ والذي يمثل أولوية مشتركة سوف تتمحور هذه الزيارة حول الاحتفال بمرور سبعين عامة على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والعلاقات الثنائية والتبادل الثقافي والاقتصادي وكذلك حول قضايا إقليمية ودولية ترجمة نانسي قنقر